السلام عليكم أعزائي الطلب والطلب الصف الثاني الثانوي منهج سعودي والصف الأول الثانوي منهج مصري النهاردة هنأكم مع بعض المحددات وقاعدة كرامر كلمنا عن مصفوفة قبل كده وقلنا ايه هي المصفوفة النهاردة المحددة هي قيمة قيمة المصفوفة بكام المحددات أنواع أولاد إما أن تكون محددة مربعة من الدرجة التانية اللي هي 2 في 2 أو الثالثة 3 في 3 أو 4 في 4 وكذا يعني إما المحددة هي بتبقى لمصفوفة مربعة ونقعة تبقى 2 في 2 من الدرجة التانية أو كده أو الثالثة في 3 من الدرجة الثالثة وأربعة في 4 وهكذا إنها طبعا ما تكونش مستطيلة تمام يرز محددة بالرمز دلتا والقصين بتوعي شباب بيبقوا هكذا القصين بتوعي المصفوفة كانوا بيبقى فلين كده زالفترة أما المحددة عمزة قيمة مطلقة ما هي أكي أنها قيمة مطلقة يعني قيمة المصفوفة قيمة بتسوي يوسد قال لي بنجيبها بنجيبها الزائقة اللي بتسوي A في A D حاصل ضرب على الصرق أو الصرقة الرئيسي ناقص B في C اللي هو ناقص حاصل ضرب القطر الأخر فتبقى كده شباب قادي المحددة A B C D يبقى تطلع A في D ناقص B في C هكذا تعالشوا بمثال اللي أوجد قيمة المحددة التالية المحددة سالب 2 3 5 4 إذا أجاب فكها أقول له قيمتها تساوي سالب 2 في 4 ناقص 3 في 5 يبقى كده يبقى تطلع سالب 8 ناقص 15 تساوي سالب 23 محددة تانية كده سالب 6 سالب 17 في 8 برضو هضرب سالب 6 ضرب 8 بسالب 48 ناقص 10 في سالب 7 أو سالب 7 في 10 طبعا في ناقص للقانون أو للقاعدة اليارية وفي سالب للسبعة وبالتالي تبقى سالب سالب بموجب هنشوفها كده هتطلع بهذا الشكل سالب 48 زائد 70 يبقى الناتجة يطلع 22 انتبه جدا للقاعدة إن هنا في ناقص أنا شوف في ناس ساعات يضرب كده يقول دول سالب 70 يحط هنا سالب 70 على طول وما يحطش النقص اللي برا وبالتالي يعملها بدل جامعة تبقى طرحة أول عكس التالتة 16 سالب 10 سالب 8 خمسة برضو أيوة مظبوط كده 16 ضرب 85 ناقص سالب 10 في سالب 8 بموجب 80 يبقى 80 و 80 تطلع 0 وهكذا دي بالنسبة لمحددة الدرجة الثانية اللي هي 2 في 2 طيب الثالثة الثالثة في ثلاثة مالية الدرجة الثالثة شباب تعال تشوفها ببعض طبعا دي فيها الشغل شوية عندي طريقتين لإيجاد قيمة محددة الدرجة الثالثة طريقة الأقطار وطريقة محددة الدرجة الثانية الأشهر يا جماعة هي دي الأقطار اللي هنشتغل عليها غالبا دي بنحتاجها في بعض الأحيان مش دايما إنما طبعا الأفضل هذه الطريقة على فكرة في طرق كتير جدا لو دخلت بعد نيت هتلاقي في طرق كتير ولكن الطريقة سهلة جدا الأقطار هنشوفها مع بعض أول طريقة الأقطار نوعا عندي محددة كده يوجد خمط المحددة اتنين سالب واحد صفر أربعة ثلاثة خمسة واحد سالب اتنين ستة طبعا ما تنساش إن دي تلتة في تلتة بيسميها محددة الدرجة الثالثة أو أعتنسا طب بعمل لي بقى الألية ازاي وبطريقة سهلة وبسيطة اللي بقى جيب المحددة كده بنقل العمودين الأول والتاني طبعا ده عمود الأول للعمود التاني بنقلهم هنا في نهاية المصفوفة المحددة آسف ونحطوهم في ترتبهم بنفس الأسلوب ده كده نشوف مع بعض ننقل العمود الأول كده وقادي العمود التاني أوه يا شباب وقادي سالب اتنين هنا نقلنا كده العمودين دول هنا ورا المصفوف ورا المحددة بعد كده بعمل ايه؟ بجيب حصد ضرب بكل قطر من الأقطار الرئيسية اللي هي الثلاثية ده قطر بس ده قطر ثلاثية هناخد قطر ثلاثي دي الرئيسية شباب اللي هي من اليسار لليمين لما يكون بالانجلش لو بالعربي يا جماعة يبقى كده ده القطر الرئيسي ده هو بالعربي إنما انجلش كده يبقى نقوله كده باتنين ضرب تلاثة ضرب ستة بكام؟ ستة وتلاثين قطر الثاني سالب واحد خمسة واحد نضربه في وعد يديني سالب خمسة قطر الثالث صفر اربعة سالب اتنين يديني طبعا صفر من الصفر الضرفقة حاجة بصفر دول كده اخدهم بتوقع قطر رئيسة حطوهم هنا في الاول اهو ستة وتلاثين ناقص خمسة زائد صفر زبا الاشارة تطلع طبعا ده حطش حطولي الصفر كده بغير اشارة نحط زائد جنب خلاص الاختار الثاني يا شباب اللي هي الفرعية اللي بنونا عليها دي اللي هي صفر تلاثة واحد طبعا بصفر بربهم اتنين في خمسة في سالب اتنين يديني سالب عشرين سالب واحد في اربعة في ستة يديني سالب اربعة وعشرين يبقى قوله كده ناقص هذه الاقتار يبقى المجموعة دي ناقص المجموعة لايه الفرعية دي تبعا الاختار رئيسي ناقص الايه الاختار التالي مهم جدا النائس ومهم جدا الترتيب ان ده ناقص ده طبا لو عكس تطلع العكس الاشارة جمع دول واحد تلاتين جمع دول أربعة واربعين ناقص أربعة واربعين يبقى زائد 30 سالب سالب وموجب يبقى يديني الناتج خمسة وسبعين تمام يبقى سهلة جداً العملية أنقل العمودين الأولينين ورا دول بالترتيب مش العكس خلاص وبعدين بقى زي ما حتشوفنا كده أضرب الأقطار الرئيسية فبقى لأكل قطر رئيسي من الأقطار الثلاثية ناقص حصد ضرب كل قطر من الأقطار الثانية يطلع النتيج ليس سهلة جداً يشوف مع بعض كده الطريقة باستخدام المحددات الدرجة الثانية محدد الدرجة الثانية طبعاً نحن نقولها ولكن هي طبعاً أشهر استعمالاً هي اللي فاتت بس نقول دي للعلم بالشيء عشان نبقى فاهمين نينها يقبلنا سنة ثالثة سنوي حاصل ضرب الاتجاهي فهنضرب ضرب اتجاهي لما نيجي نوجد بعض الأحجام وكده فبالتالي هيكون عندي رموز فلازم أعملها نشوف مع بعض ازاي أول ملحوظة كده لازم يكون نفهمها أي محددة زي كده شباب كله عنصر والعناصر دي بالإضافة إلى إشارته الرئيسية بتاعته هي دي كده في إشارات لكل مكان عنصر يعني العنصر ده مكان هنا لإشارة معروفة في المحددة وده 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 ونفس الكلام طبعاً بتبقى زي موجب سالب موجب مش السالب دي السالب دي بتاعت العنصر بكش لعبين سالب موجب سالب موجب سالب موجب وهكذا تعالى نشوف مع بعض أهي كده دي كده كله عنصر ده وإشارة زي ما احنا قولنا كده هيفدنا في إيه دي هنشوف مع بعض طب المحددة دي بنفكها زي بالحق بنفكها من أي صف أو من أي عمود بيستعمل أي صف أو أي عمود وطبعاً بدور على الصف يكون سهل فيه أصفار لو كان فيه بيكون أفضل ليه فطبعاً هنا الصف ده فيه صف أو ممكن من العمود هذا هو هو نفس الكلام تعالى نشوف كده أنا أخدها من الصف الأول دي المحددة باخد العنصر اتنين طبعاً إشارته هنا إيه عنصر اتنين مش إشارته دي إشارته دي ملكش داعه بيها إشارته أصلاً هنا إيه موجب دي بقى اتنين تتحط كده أهي تيجي هنا كده أهو وبعدين أضربه في محددة هذا العنصر مين محددته بقى دي وهمة جداً قال لي إلغي الصف اللي هو فيه والعمود أهو كده شوف لغت الصف ولغت العمود يبقى دي محددته أحطها هنا أضربه فيها بقى هنا الثلاثة خمسة سليب اتنين ستة محددة هنا أهو كده شباب أهو ثلاثة الخمسة السليب اتنين الستة كده بعدين أخش على عنصر التاني إشارته إيه اللي ناقص يبقى ناقص سالب واحد ملكش داعه بالإشارة بتاعت العنصر هنا يبقى الإشارة بتاعت المحددة غير إشارة العنصر فهناخده كده يبقى ناقص سالب واحد اهو نجيبه هنا كده مين محددته إلغي الصف وإلغي العمود اللي هو فيه العنصر السالب واحد ده إلغي صفه وعموده اهو كده اهو يبقى مين محددة اربعة خمسة واحد ستة ننقلها هنا جنبه اربعة خمسة سالب موجب واحد ستة شباب وهكذا وبعدين الصفر طبعا الواحد يقول لأستاذ بقى الصفر هتدير فقيا حاجة بصفر بس نحطه عشان اللي بقى فاهمين ولي بقى عارفين إزاي طبعا هنا الصفر ده شرطه إيه طبعا موجب طبعا مش شايف ربعي خالص يا أولاد هدي الصفر هو من محددته إلغي الصف والعمود أنا بقوله على الأساس لو هو أي عنصر تاني غير الواحد لو أي عدد تاني غير الواحد غير الصفر أسف نلغي الصف والعمود يبقى المحددة بتاعته اربعة تلاتة واحد سلب اتنين ناخد الاربعة تعالي اربعة هنا التلاتة هناك يا شباب الواحد يجيبه هنا هادي السلب اتنين يجيبه هنا بكده جيبنا المحددة دي فق بقى هذه المحددة واضربها في اتنين يبقى اتنين فيه طبعا تلاتة ضرب ستة بطمانتاشر ناقص سالب عشرة يبقى بوجب عشرة تطلع بهذا الشكل اتنين في طبانتاشر زاد عشرة هنا سالب سالب بوجب اهو اربعة في ستة باربعة وعشرين ناقص واحد في خمسة بخمسة طبعا صفر في محددته دي بس كده كده هتبقى صفر كمان شوية يبقى الناتج يطلع كامل يا أستاذ اتنين في ثمانية وعشرين زاد تسعة عشرة تطلع خمسة وسبعين لاحظ المحددة دي هي المحددة اللي كانت الشريحة اللي فاتت كانت طلعت خمسة وسبعين برضو ارجع كده الورى هتلاقي اني كانت فعلا خمسة وسبعين يبقى كده دي الطريقة التانية المحددة الدرجة التانية ولكن انا بنبه واقول احنا طبعا استعملنا كله على طريقة الاقطار دي مهمة جدا للشباب في الموضوع طيب ايجاد مساحة المثلة باستخدام المحددات يديني مثلث رؤوسه الاحداثيات بتاعتها كام ويقول لي اوجد مساحة المثلة يقول لي هنا وجد وجد عامل عالم اثار عظام حوت عند الاحداثيات خمسة تسعة اربعة سبعة صفر ثلاثة على الخريطة الرجل وفع الخريطة لا احداثيات دي فاذا كانت الاحداثيات دي تمثل مثلث والاحداثيات دي بالامطار فجد مساحة المثلثة الذي رؤوسه تلك النقاط طبعا بعمل ايه اولاد بقول له الاريا الايه ليه الاريا بتاعت او المساحة المثلثة يعني بتساوي نص ده قانون في النقطة الاولى النقطة التانية النقطة التالتة طب هو مهم الترتيب لا مش هو او يعني ممكن انا احط دي الاول او دي او دي مش هتفري او سبس ما تفري العمود ده ثابت واحد 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 يا بنقول تاني اذا النقطة الاولى صفر ثلاثة النقطة التانية اربعة سبعة خمسة تسعة وهنا ثابت انت عارفين يا ولاد طبعا لحناس الاول ده اكس وده واي اكس واي فده عمود اكس لاحظ صفر اربعة خمسة ده عمود واي تلاتة سبعة تسعة ده ثابت يا شباب واحد لا يتغير طب ملحوظة قبل ما نشتغل طبعا مساحة المسلس بتاعفين اا مساحة والطول لا يمكن يطلع بالسالب المحددة دي قد تطلع بالسالب الناتج بتاعها طب هل ينفع مساحة بالسالب قال لي لا في الاخر لو طلعت بالسالب بناقض القيمة الموجبة على اساس انها قيمة مطلقة طب افك المحددة ازاي زي اللي فاتت بالزبط هنعمل ايه هنجيب العمودين الاول والتاني كوبي وباست الحطوم هنا يلا بينا هنجيب اوضي الصفر هنا اوه اربعة خمسة ثلاثة سبعة تسعة نقلناه هنا شباب ونعمل نفس الكلام بتاع الاقطار يلا بينا قد القطر الاول يطلع طبعا صفر سبعة واحد صفر وهنا تلاتة في واحد في خمسة بخمستاشر وهنا واحد فاربعة في تسعة بستة وكام وتلاتين واحد سبعة خمسة خمسة وتلاتين صفر واحد تسعة بصفر تلاتة اربعة واحد تطلع باثناشر يبقى الناتج قلنا ايه اللي اوه ناخد الاخطار رأسية ناقص الاخطار التانية يبقى دول مع بعض هنا كده شباب بس واحد انسى النص اللي برا نص فتح قوص كبير حط دول الاول صفر خمستاشر ستة وتلاتين زب بعض ناقص القطر الاخر الاخطار الاخرى خمسة بتلاتين صفر اتناشر جمع واضرب في نص يطلع الناتج معك كام سبع على اتنين متر ومربع لنبولي بالمتر تلعت بهذا الشكل فون طب بساطة الملحوظة الوحيدة انه يقدر نقولها هنا ان النقاط مش مهم الترتيب ممكن احط مين الاول مش هتفرق يعني ممكن دي تبقى الاول اللي هو الصف العمود ده فوق سوري النقطة دي اربعة وسبعة مكاني صفر وتلاتة او العكس او كده وبكده يبقى جبنا مساحة المثلث بستبد المخددات اشكركم ونلتقي في الفيديو القادم مع كرامر وازاي نجي حل معادتين من الدرجة الاولى عن طريق قاعدة كرامر السلام عليكم اشتركوا في القناة